أعلنت ولاية غرب درفور تضرر نحو خمسة آلاف جراء السيول والأمطار التي ضربت الولاية مؤخرا. وقال المجلس القومي للدفاع المدني أن السيول والفيضانات أدت لانهيار أكثر من عشرين ألف منزل. وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة تضرر أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص. ونزوح ألفين وخمسمائة سوداني جراء السيول والأمطار في محلية المناجل وسط السودان. وكان سودان قد أعلن عن حالة الطوارئ في ست ولايات جراء السيول والفيضانات. واليوم سير جهاز المخابرات العامة قوافل إغاثية لمتضرر السيول والفيضانات بولايتي نهر النير والجزيرة. نعم مشاهدين الكرام هذه الصور كانت خلال هذا اليوم. وكما ترون أثار سيول والفيضانات التي عمت السودان تحديدا ست من ولايات السودان. وأعلنت فيها حالة الطوارئ. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من منطقة المناجل بوسط السودان. السيد عبد المنعم أبو ضرير رئيس غرفة الطوارئ بمحلية المناجل. سيكون معنا بعد قليل السيد عبد المنعم. كما ترون على شاشتنا هذه الصور مرة أخرى. والتي تشير إلى حجم الكارثة التي لحقت سواء بالمناجل في وسط السودان. أو بعد كبير للحقيقة. من الولايات الحديث عن الآلاف الأسر التي تضررت. وأكثر من ثمانين حالة وفاة حتى الآن. معنا الآن السيد عبد المنعم أبو ضرير رئيس غرفة الطوارئ بمحلية المناجل. سيد عبد المنعم هل لك أن تطلعنا على ما وصلتم إليه أو تداعيات هذه السيول والأمطار بالنسبة للمناجل الآن؟ هل خفت؟ هل هناك ما وصل إليكم من مواد إغاثية عن طريق الحكومة؟ أو المنظمات المدنية أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تم فتح الطريق بين مدني المناجل وكان الطريق العيامة الصادقة كان هناك مياه من دبعة لم تمكن القوافل من الشيء المعنى من الرسول المناجل لكن مساء اليوم فتح هذا الطريق ووصلت كثير من المعنى والغوافل التي تحمل الأغلية والأدلية والخيم والمشمعات كيف هي حالة الناس الآن أخار بالمناج؟ الحمد لله كويسين يعني أمان برضو الكثير الرئيسي في التبعة الرئيسية كأن الماء غمرطي والأرورة يعني برضو الجبل والجمل والماء بجد كالخفض أهم ما تحتاج إليه المناجل الآن تحديدا ما هو؟ والله ممكن كله يعني كثير يعني مغوافل جادة اليوم من تحمل الأغلية والأدلية ويجب أن تكون في ناكسة الخيام كان الله في عونكم شكرا جزيلا أخي عبد المنعم أبو ضرير رئيس غرفة الطوارئ بمحليات المناجل كنت معي عبر الهاتف من المناجل بوسط السودان شاهدين الكرام وما زلنا مع الملف السوداني حيث قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال إن السلطات السودانية رفضت أصول فريقه إلى الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور جاء ذلك في إحاطة للمدعي العام للجنائية الدولية لأعضاء مجلس الأمن الدولية وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية قال كريم خان إن 31 قضية بشأن دارفور مطروحة على المحكمة لأسباب متعددة فالإدعاء العام يطلب التحدث إلى المتهمين هذا ما طلبته لدي علي أيضا مسؤولية بحكم القوانين وخصصا الفصل 53 التحقيق والبحث عن الإثباتات علينا أن ننظر إلى الجانبين في كل قضية حتى يكون طرحنا قويا لهذا السبب طلبت اتصال بالبشير وأتمنى أن هذا الجواب شافر وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم الدكتور صالح محمود رئيس هيئة الدفاع عن محامي دارفور وكما أيضا ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم الشيخ النذير عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير أحييكم أبدأ معك دكتور صالح محمود أولا بشكل نعم أريد تقييم منك لزيارة كريم خان المدعي العام للجنائية الدولية للسودان وذهب إلى دارفور لكن من ضمن ما قال أن السلطات السودانية رفضت أن يقابل أو الوصول إلى عمر البشير ما رأيك بشكل نعم أهلا وسهلا أستاذ أحمد زيارة السيد كريم خان هي ليست الزيارة الأولى سبغ لسيد كريم خان أن زار السودان بعد توليه هذا الموقع عند انتهاء فترة المدعية السابقة أفاتو بن سودا والسيد كريم خان تحديدا توصل مع الحكومة إلى اتفاق التعاون بين مكتب مدعي جرائم دارفور في لاهاي والحكومة السودانية وبموجب هذا الاتفاق كان من المتوقع أن يتم فتح مكتب لفرع للمحكمة الجنائية للمكتب مدعي جرائم دارفور هنا في الخرطوم وأن يتضمن هذا التعاون أيضا حالة عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية ليس عمر البشير وحده بل كل المطلوبين للمحكمة الجنائية عدا علي كواشيب الذي سلم نفسه طواعية وهناك متهم آخر هو السيد أبدالله بنده تابع للعدل المساوى هو ليس في قبضة الحكومة كما هو الحال بالنسبة للبشير وعبد الرحيم أحمد هسين وأحمد هاروم الزيارة هنا أيضا من الأشياء المهمة والضرورية التي شارع إليها أنه كريم خان أيضا تمكن من زيارة الضحايا في معسكر كلمة وفي الحمدية في نيالة وزالنجي وأيضا السيد كريم خان لأول مرة قدم إحاطة لمجلس الأمن مباشرة من الخرطوم هذه الإحاطة الدورية التي يشرح فيها سير الإجراءات إجراءات محاكمة المطلوبين الآن يعني من الواضح أنه رغم وجود اتفاقيتين للتعاون مع مكتب مدعي جرام دارفور إلا إلا أن ما ما ذكر سيد خان في أن لم يجد الطلب لم يجد القبول في مقابلة عمر البشير هذا يدل أن هذا مؤشر على عدم التعاون حتى لو بد أن الحكومة سهلت إجراءات وصول الوفود إلى السودان خاصة سيد خان ونائبه نائبة المدعي سيدة نسها خان أيضا كانت هنا في الخرطوم واستقبلناه هنا في دار المحامين هيئة محامين دارفور نظم لغاء ضخم لمدافع حقوق الإنسان منظمات حقوق الإنسان في دار المحامين السودانيين هنا في الخرطوم وما سمعناه ما سمعناه أنه هناك أمل في أن تتمكن الحكومة في أن تبدأ الحكومة نوايا ومؤشرات للتعاون إلا أن هذه التوقعات أعتقد أنها انهارت اليوم بالإشارة إلى حديث السيد خان إذن سيد الشيخ النذير عدم تسهيل النظام في السودان وهو يحكمه بالطبع الفريق البرهان فريق حمدتي بأن يصل الكريم خان إلى البشير هل تعني ببساطة شديدة أن فكرة تسليم البشير للجنائية الدولية على صدى أو على خلفها جرائم دارفور أصبحت منتهية لن يحدث ذلك على الأقل في وجود النظام الحالي في السودان أنا عايز أفرق ما بين التسليم وما بين وصول المحققية المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير التسليم بيخضع على الاتفاقية والرأي المحكمة فيها ورأينا فيه كثير جدا لكن يتحدث عن عدم تمكين وصول المحققية المحكمة الجنائية للبشير شيء طبيعي إذا كان نتكلم عن اتفاقيات دولية وهي بالرغم أنها فيها انتهاك لسياتة الدول لكن علي لقال عندها الشرعية لحد ما بغض النظر عن نوعية الاتفاقية لكن لا يمكن ولا يجوز أن تنتهك سياتة الدول بهذه الطريقة الصريحة والواضحة بمعنى أن تمكين جهة خارجية أي أن كانت من إجراءات تنفيذية داخل دولة معينة ضد شخص سوداني لأن المتهم سوى كان البشير أو غيره تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية عندما يتم القبض عليه هنا تبدو سلطة المحكمة الجنائية في مباشرة إجراءات في التحري والتحقيق أو كما تشاء لكن أثناء وجوده في السودان وتحت ولاية القضاء السوداني والقانون السوداني فليس من المنطق ولا من العدالة ولا من الموروث القانون الموجود أن يتم التحري معه ولم يتم القبض عليه معروب بداية حتى في القوانين الوضعية إنما تريد أن تحقق مع متهم أول مرة يتم القبض عليه وبعد ذلك يتم التحقيق لأنك حتى لو في متحرق لقى متهم مطلوب القبض عليه خارج السجن أو لم يتم القبض عليه لا يجوز أن يحقق معه لأنه لا يتعليق كغانون أو شرطة أو كنيابة لا تتم إلا بعد القبض عليه فعشان كده أنا أفتكر الجزية دي بتتكلم عن انتهاك الصريح لساعة الدول وليس هي عدم التعاون هذا أمر الآخر فلو كان تحدث عن التسليم وإجراءة التسليم هذا أمر يقضع للاتفاقية والتي نحن عندنا فيها رأي واضح وصريح لكن نحن نتحدث كموسلين للدفاع عن السيد البشير وأخوانه لا تحدث عن الحكومة الحالية والتي تحدث عن تعاون مع المحكمة الجناية الدولية وتوقيع اتفاقية غير مشروعة مع المحكمة الدولية اللي هي اتفاقة الانضمام إلى محكمة روما طبعا هذه الاتفاقية بالنسبة لنا وبالنسبة للقانون اتفاقية مرفوضة وغير شرعية باعتباره أنه أي اتفاقية توقع يجب أن توقع من مجلس تشريعي منتخب وليس من مجلس معين بل ليس من مجلس معين بل من مجلس يعني يستمد صلاحياته من الفراغ الدستوري بين نظر تشريعي اللي هو تحدث عن مجلس الوزراء والمجلس السيادة في حالة عدم غياب أو عدم تشكيل المجلس التشريعي الغير منتخب يتولو أمر التشريع ومن ثم التصديق على اتفاقات دولية لا اتفاقات دولية لا حساسية ولا تأثير لا يتم التصديق عنها إلا عن طريق المجلس التشريعي كمجلس وطني أو جمعية تأسيسية حتى تتم قراراتها أو تكون نافذة في الغانون السوداني فعشان كده أقول بخلاصة أنه يعني عدم تمكين هؤلاء المحققين من رسول بشير هذا أمر أفتكر ببديه وواضح ينتهك سيادة السودان بصورة واضحة دعني أستمع للرأي دكتور صالح محمود هذه نقطة جوهرية شيخ النزير للحقيقة دعني أناقشها مع الدكتور صالح محمود الشيخ النزير واضح تمكين وصول محقق الجنائية الدولية للبشير يعد انتهاك للسيادة السودان وتجاوز للقانون السوداني تتفق معه أم لا؟ لا أتفق سيد النزير لأن سيد النزير هو محامي ويفترض أن يعرف أن عمر البشير وأعوانه المتهمين بارتكاب الجرائم الفضيعة الثلاثة في العالم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا يتمتعون بأي حصارة ويعلم سيد النزير أيضا أن المحاكمة السودانية غير مختصة للإطلاق بمحاكمة عمر البشير بسبب أن هذه الجرائم التي وقعت منذ 2003 إلى 2009 لم تكن مواد القانون السوداني والقانون الجنائي السوداني سنة 1994 لم تكن فيها أي إشارة ولا مادة تشير إلى وجود مثل هذه الجرائم في القانون السوداني وبالتالي ينحصر الإختصاص الحصري للمحكمة الجنائية الدولية لأن المحاكمة السودانية غير مختصة في نفس الوقت الحكومة السودانية ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسلم عمر البشير وأن لا تحتج بما يسمى السيادة الوطنية لأن السيادة الوطنية لا يتمتع بها أي شخص يكون متهم بارتكاب مثل هذه الجرائم وبالتالي من حق المحققين طالما عمر البشير موجود في قبضة الحكومة أن يقتقوا به لأن أكامبو أيضا استجوا بعدد كبير جدا من أعضاء الحكومة وحكومة عمر البشير في السابق أكامبو الذي هو المدعي الأول حضر إلى الخرطوم ويستجوا بعدد كبير من المطلوبين للمحكمة الجنائية أو المتهمين وهم كانوا في قمة السلطة من ضمنهم سيد عبد الرحيم محمد حسين ومصطفى إسماعيل تم استجوابهم عن طريق المدعي السابق أكامبو ولم يكن هناك أي كلام حول السيادة الوطنية وانتهاك السيادة الوطنية الآن يعني الحكومة السودانية ملزمة بتسليم عمر البشير وبقية المطلوبين بدون شرط أو قيد وهذا بالاستناد للقرارات الصادرة من مجلس الأمن نفسه وبالاستناد إلى أوامر القبض التي تمت صدورها في مواجهة هؤلاء المطلوبين منذ حوالي 15 سنة الآن الزمن يمضي ولا زال هؤلاء المطلوبين يعني فهرين من العدالة وهم فهرين من العدالة رغم أنهم في خبط الحقوق على الحكومة السودانية أن تستجيب لطلب المحكمة الجنائية والتسليم هؤلاء المتاهمين بدون شرط ولا قيد للمحكمة الجنائية بأعجل ما يكون في نقطة فنية أيضا شيخ النزير قالها الدكتور صالح محمول أن القضاء السوداني الآن لا يستطيع محاكمة عمر البشير على الأقل فيما يخص جرائم القتل خارج نطاق القانون التي حدثت في درفور وهي بالآلاف هذه نقطة فنية أنا أعلم أن لديك إجابة عنها لكن هناك نقطة أعم وأشمل يعني عمر البشير الآن متهم بعمليات قتل خارج نطاق القانون للآلاف من درفور للآلاف من أبناء شعبه فكيف لنا أن نتحدث على سيادة القانون وسيادة الدولة الآن أمام كل هذا القتل خصوصا نحن نتحدث عن مؤسسة دولية معترف بها والحكومة السودانية وقعت معها فضلا على أن حتى اتفاقية جوبا للسلام أقرت مثول البشير ومعاوني أمام الجنائية الدولية أنا حقيقة هي الأسرة كثيرة لكن أنا أريد أن أذكز على جزية واحدة أننا بالنسبة لنا يعني رأينا في المحكمة الجنائية الدولية ذكرنا كثيرا وما زلنا مصرين عليهم بعدم اعترافنا بها لا أسباب كثيرة جدا وموضوع التسليم هذا أمر يخضع للسلطة القائمة اليوم سوى أشاءت أن تسلم أم لم تسلم هذا أمر آخر لكن عندما تحدثنا موضوع انتهاك السيادة وعدم التحرير والاتخاذ بجراءات مع متهم داخل الدولة هذا أمر واضح جدا جدا حتى لو تم قبل ذلك التحقيق مع بعض المسؤولين سابقا يعني لكن السؤال يطرح نفسه بعد 15 سنة كما قال الأستاذ الصالح 15 سنة تم توجيه اتهام ونحن نعرف من ناحية غانونية عندما توجه اتهام لازم تتوفر لك بيينة مبدئية أولى وبناء عليها تصدر أمر قبط هذا في الجلائم العادية ما بالك في الجلائم الدولية التي تمس بسيادة الدول وبحصانات رؤساء الدول فبعد 15 سنة هذا المدعي العام بعد أوكامب وبعد فانتو بي سودا وهو الآن يتحدث عن مغابلة أحد المتهمين أو بعضهم للتحري معهم من خلال محققيني للوصول إلى بيينات أفهم هذه النقطة هو البشير له حصانة نحن بنتكلم بالنسبة لنا الحصانة طبعا موجودة وهذا خلاف على مستوى المحكمة الجنائية الدولية يفهم ريال الغانون البشير حسب الاتفاقية روما اتفاقية بيين لتسعة وستين وهي التي وضعت الأساس الغانوني للاتفاقيات أن نرس الجمهوري لديه حصانة طالما كان في ذلك الوقت في سدة الحكم وهذا الخلاف بدأ يتغاطع مع المحكمة الجنائية الدولية عندما أنشئت وتحدثت عدم الإفلاق والمغوبة لأي شخص طالما كان في سدة الحكم الآن البشير نعم نعم ليس في سدة الحكم ليست لاحظ أن البشير في السجن الآن أنا أتحدث سابقا عندما تم هذا الاتهام الذي يتحدث عنه والتسليم الرئيس كان في السلطة والرئيس المحكمة الجنائية الدولية يعني حقيقة على حسب ما نعلم من خلال أن المجلس التشريعي للمحكمة الجنائية الدولية أنه كان عنده رأي لحد ما في أنه التغاطع ما بين حصانة الروسات الدول والمحكمة الجنائية الدولية في ذلك الوقت لكن في النهاية المحكمة الجنائية الدولية فرضت إرادتها بأنها حتى رئيس الحكومة الدولة ما عنده حصانة بالنسبة لها أنا ما أتحدث عنها حاليا أما حاليا تحدثت واضح أنه بالنسبة لها إذا 15 سنة لا يوجد أي بينا يمكن أن تدين أو تمثل اتهام للرئيس لتقديمه للمحاكمة والغب عليه فلماذا بعد هذه السنين يبحث عن بينا؟ أي بينا محتاجة توضيح منك أخ النزيل أي بينا وقتل آلاف السودانيين تحت حكم عمر البشير من يداني؟ من نأتي به لنحاكمه إذ لم يكن عمر البشير كما يقول البعض؟ طيب أنا حقيقة أعز أوضح جزية يمكن كثير من الناس غايب عليهم هناك فاعل رئيسي على أرض المعركة هي كانت ما معركة إنما هي كانت الصراع بين سلطة حاكمة تحت مطلة الدستورة الغانون وبين حركات متمردة السلطة الحاكمة لا شرعية في الدفاع وفي قمع تلك الحركات لكن نقول نشأت نتيجة لهذا الصراع يعني جرائم كما ذكرت ضد الإنسانية وخاضي على غانب المحفظ الدولية فلنفترض ذلك افتراضا أين الفاعل الأصلي الذي قام بهذه الجريمة؟ هل عمر البشير وعبد الرحيم عسينو هم موجودين في الخرطوم وفي ودارة الدفاع وفي الغصر الجمهوري؟ هل ارتكب تلك الجرائم؟ طبعا لا لكن الإشكالية هنا أن المحكمة الجنائية الدولية تتكلم عن مسؤولية جنائية افتراضية بمعنى تتحدث 128 أن رئيس الدولة أو القادة العسكريين إذا ارتكب الجرائم من مسؤولين تحت رئيس الدولة أو القوات تحت الغايد العام يكونوا مسؤولين هذه مسؤولية افتراضية لم تقلهم غاوا بارتكاب هذه الجرائم وهذه المسؤولية الافتراضية تتنافى مع القواعد العدلية والقانونية في الغانون المحلي في كل الدول أن الجريمة شخصية لا يعاقب الشخص إلا الذي ارتكب الجريمة تقصد الذي قتل مباشرة هو الذي يحاسب على القتل وليس من أعطى الأوامر أو حتى من قام بلف رأسه يمنتا ويسر حتى لا يرى لو هذه القاعدة صحيحة لا نستطيع أبدا أن ندين أي رئيس دولة يقتل شعبه بهذا الشكل أو حتى وزير دفاع ووزير داخلية كل واحد منهم يقول لنا ما أتلتش وفي النهاية مسألة شوية تتلتش الغاعدة صحيحة طبعا الغاعدة صحيحة لكنها كيف؟ يعني كنكم راعين وكنكم مسؤولين عن رعياتي يا القاعدة الأهم ولو تعثرت بغلى لتوئل عنها يعني رئيس الدولة كلمة سيدنا عمر يعني كيف نجمع بين هذا وزاك لكن من الناحية الفنية دكتور صالح ما يقول الشيخ المزير صحيح أم لا هل نحن اليوم نتحاكم بغانوة الشريعة؟ هل اليوم نتحاكم بمرجعية إسلامية؟ كان يقول أنه يحكم بالشريعة المزيدية وقتل في عادية لدول أنتها طراض معينة من هذه المحاكمة فكيف أنت تقحم كيف تقحم ذلك؟ أنا في المسألة الفنية سأذهب من دكتور صالح أنا أنا أناقشك فقط لغير لا أقحم لكن استدالي غير صحيح لماذا تقحم مرجعيات إسلامية في قضية أصلا تحدث لا أنا أكلمك بشكل عام لو القاعدة هذه التي تتحدث عنها صحيحة ما أحد في العالم نستطيع قطلر نفسه ما كان شيء نفع ندينه بشيء طالما أنت عايز إلا أتل شخصيا أو كما حدث في البصنة والهرسك أو كما حدث في رواند وبروند يا دكتور صالح الجزء الفني الذي تحدث عنه الشيخ المزير ما رأيك فيه؟ سمح ضيفك نعم الوضع الفني الرائكة العاتية يجب أنا من المدهش جدا أنه ضيفك الكريم أستاذ النزير يعرف تماما أنه هذه الجرائم الثلاثة الشنيعة لا تسغل بالتقادم هو يتكلم عن 15 سنة هو مفروض يعرف أنه حتى المتهمين في جرائم الحرب العالمية الثانية في سنة 1945 إلى الآن تتم ملاحقتهم هذه الجرائم الثلاثة لا تسغل بالتقادم ولا يجوز فيها العفو والحج أنه عمر البشير لم يتحرك إلى مواقع الأحداث لقتل الناس أو مواطنين في دارفور هذه حجة مردودة لأنه هتلر نفسه كان في القصور ولم يسهب أعتقد إلى مناطق الإبادة الجماعية ولكن هو أعطى الأوامر ما يوخز العمر البشير لأنه في برنامج تلفزيوني مزعل الهواء مباشرة اعترف بنفسه قال أنا كتلت حوالي عشر ألف من مواطني دارفور وهذا عدد قليل يعني يجب أن لا يتحدث العالم أن لا ينزعج العالم هذا ما قاله عمر البشير بلسانه بالتالي أنا أعتقد أنه من ناحية يعني فنية أنه يعني عمر البشير وأعوانه اللي كانوا في السلطة هم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن أعمال الجيوش أو القوات النظامية وغير النظامية حتى الجنجويد اللي تم استخدامهم بواسطة عمر البشير هو مسؤول عنهم مسؤولية مباشرة فيما يسمى بالفرضية بتاعت وفي نفس الوقت يعني يعني اللي هو القاعدة الأعلى للقوات المسلحة هو تحدث كل هذه الجرائم والفضاعي بعلمه لأنه في القانون هناك ما يسمى بالافتراض العلم اللي هو ما تجي تقول أنه لم أكن أعلم كنت تعلم طالما أنت في السلطة ولكن خلينا ننتقل النقطة الأخرى اللي يعني حاول أستاذ النزير أنه يغفل في ما يتعلق ب يعني يعني مساءلة عمر البشير وهو في السجن أمر البشير وأعوانه سبق لأكامبو بناء على توصيات الدكتور أو بروفيسور كاسيسي اللي شعل الأدلة والبينات بكميات هائلة إلى مكتب المدائي العام الأدلة وبينات الشهود وأقوال الشهود تم عرضها على الغرفة الأولى من المحكمة فيريت تامبر اللي اقتنعت بأنه هناك بينات بينات مش مبدئية فقط بينات يمكن البناء عليها في تأسيس المحاكمة والإدانة وبالتالي ما ينتظر عمر البشير مش المحكمة الأولى الفيرس جامبر موضوعه انتهى ما ينتظر عمر البشير وأعوانه هو المصول أمام المحكمة الغرفة الثانية كما يمثل الآن علي كوشيب اللي هو ده نظام المحكمة إنه المحكمة الابتداية تنظر للبينات يا دكتور صالح وبالتالي حتى زيارة عمر البشير بالنحية الفنية القانونية أستاذ أحمد لكن أستاذ أحمد بس نقطة واحدة سريعا نقطة واحدة نقطة واحدة بس حتى زيارة حتى زيارة يعني عمر البشير في السجن أو أعوانه بواسطة المحققين لا يقدم لا يؤخر لأن البينات موجودة سلفا أمام المحكمة وهذا لن تضيف المحكمة قبلت البينات المقدمة من مكتب المدعي بالمدعي جرائم دارفور ويقتنعت بذلك وبالتالي حررت قوامر القبض وبالتالي لا يؤخر ولا يقدم كوبر أمام المغلومي سريعا أريدك تجيب عن سؤالي في أقل من 30 سنين البعض يرى أن هذه المحكمة الجنية هي محكمة مسيسة الجرائم تحدث في كثير من دول العالم وهم لا يعملون إلا على دول محددة بمثل هذه أما يجب أن يكون هناك محكمة في السودان يتوافر لها كل يعني الشروط القانونية والحماية اللازمة لمحاكمة البشير في السودان بدلا من إرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية طبعا يا أستاذ أحمد اتفق معك طبعا يا أحمد لأن القانون الجنائي الدولي ذاته ينص أن الإختصاص الإختصاص ينعقد للمحكمة الوطنية يبتدان إلا إذا ظهرت هناك موانئة كما ظهرت هنا في السودان لما الفقهاء قانون الدولي قالوا أن القضاء السوداني غير قادر وغير راغب في إقامة العدل وتطبيق العدالة لأن النحي الفنية أن الجرائم لن تكون منصوص عليه فكيف يتم محاكمة أمام محاكم السودانية ولا يوجد نص هذا هو الجزء لكن في إفريقيا يتقدمون عن التسيس ما في التسيس يا أستاذ أحمد ما في التسيس يا أستاذ أحمد القادر الأفارقة في أديس أبابو قالوا أنه ما في رئيس رئيس دولة إفريقية تتم محاكمته أثناء وجوده أثناء وجوده وضحت يا دكتور صالح دعنا نعطي فرصة للشيخ النزيل أريد أن أخذ الفرصة الكافية مثل الأخ صالح أستاذ أحمد أنا حقيقة أريد أن أرجع لنقطة معينة مهمة أنه في عام 2006 لدينا مشكل مجلس الأم اللجنة يتقص الحقائق هذه اللجنة كانت نتائجها إدانة الحكومة السودانية والحركات المسلحة وبناء على ذلك قام مجلس الأم بحالة غضية دارفور وليس عمر البشير إلى المحكمة الجانية الدولية لكن هذه الحالة كل هذه التاريخ انحصلت فقط في عمر البشير وبعد غادت الإنغاز في السابق لم نسمع بأي عضو من الحركات المسلحة تم تقديمهم هذا يشير أو يدل كما ذكرت السابق أن هذه المحكمة مسيسة حقيقة مسيسة ظاهرة هي أهداف إنسانية حقوق الإنسان حماية الأغليات حماية بعض الفئات من انتهاكات الدول الرؤساء لكن حقيقة هي لها أهداف خفية وهي إخضاع الدول أو الرؤساء الذين يتمرضون على النظام العالم الدولي لذلك لم يكنوا معنيين بغادت الحركات المسلحة لكن معنيين بغادت الدول وفي غادت الدول بالتحديد كان السودان باعتبار النظام الإسلامي كان هو المقصود من ذلك لذلك كان فعلا كل الجهد أنه يدانت أو توجيه الاتهان للرئيس وبعض الأخوان في السلطة لما نصل لهذه المرحلة وبالنسبة لهم حقهم لا عايزين كانوا يفتكرون أن هذه الغضية أصبحت غضية خلاص بالنسبة لهم منتهية مع تطاول الزمن حتى هم لم يكنوا يبحثوا عن أدلة حقيقية حتى تدين البشير بعد 15 سنة و14 سنة اليوم كريم خان يبحث عن بينات جديدة وعن مغابلة المتهمين عشان يطلع منهم ببينات أو توضيحات في حين أنه كما ذكر الأستاذ صالح أن هذه القضية بالنسبة لهم واضحة ولها البينات الكاملة يعني فلماذا بعد كل هذه السنين نؤكد ونقول أن هذه المحكمة سياسية اتنينها بالنسبة لنا كما ذكر الأستاذ صالح أي نعم المحكمة هي مكملة للغانون الوطني نحن بالنسبة لنا في 2006 شكلنا لجنة التغصي الحدائق برئاسة البروفيسور مولانا ضفع الله الحاج يوسف وعيننا مدعي عام بدرية مستشار عام من ديوان نائب العام للتحقيق في هذه الجرائم في 2008 صدر الأمر باتهام الرئيس البشير نحن كنا سابقين في توجيه الاتهام وتشكيل لجنة التغصي الحقائق حتى ننسجم مع المحكمة الجهازة دولية أن الغانون الوطني غادر وراقب في ملاحقة تلك الجرائم لكن كما ذكرنا ونكرر في محكمة سياسية وتظل محكمة سياسية بامتياز نعم الشيخ النزير عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر بشير شكرا جزيلا لك الدكتور صالح محمود رئيس هيئة الدفاع عن محامي دارفور أشكرك شكرا جزيلا أيضا